خرج محافظ عدن عبد العزيز المفلحي عن صمته لكن هذه المرة ضد حكومة أحمد عبيد بن دغر والتي قال إنها المتسبب الرئيسي في ترد الخدمات الأساسية في العاصمة المواقة لم يصدر حتى الآن رد فعل معلن من الرئاسة لكن مصدرا مطلعا في رئاسة الجمهورية أكد لوكالة الأناظول رفض رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي استقالة المفلحي مشيرا إلى اجتماع مرتقب بين محافظ عدن ورئيس الحكومة لمناقشة الأحداث في العاصمة المواقة كان محافظ عدن المفلحي قد قدم استقالته الخميس الماضي من منصبه احتجاجا كما قال على ترد الخدمات الأساسية والانهيار السريع للعملة المحلية محملا حكومة بن دغر مسؤولية ما أسماه الفساد الكبير الذي يعبث بعدن واتهم المفلحي حكومة بن دغر بإعاقة الجهود التي يقوم التحاله بدعمها من أجل استعادة نهضة وتنمية محافظة عدن مشيرا إلى أن هذا التدهور السريع انعكس سلبا على نسبة كبيرة من المواطنين يعد المفلحي ثالثة محافظة لعدن منذ تحريرها من ميليشيا الحوث والمخلوع وتم تعينه أواخر إبريل الماضي خلفا لعيدروس الزبيدي وخاض خلال فترة إدارته لعدن جولات صراع نفوذ مع المجلس الانتقالي الجنوبي وستع خلالها خلق صورة جيدة بين المواطنين لرجل الدولة ليست الاستقالة بحد ذاتها هي المستغربة بل النقد المباشر لحكومة بندغر وهو الأمر الذي جعل مراقبين يرجحون وجود خلافات كبيرة داخل الشرعية فيما يرجع بعض المحللين الأمر إلى التصدعات الحاصلة بين الشرعية والإمارات